في تخصص رياضي لطالما كان حكرا على الرجال سطع نجم ثنائي المنتخب الوطني للملاكمة سيدات رميساء وإيمان باقتطاعهما تأشيرة المشاركة في أولمبياد توكيو 2021 لأول مرة في تاريخ القفاز النسوي الجزائر دايما نقول بالملاكمة أنا هي اللي خيرتني ماشي أنا اللي خيرتها دايما مفلول ما جاتنيش كامل في بالي بلين ديلا بوكس كنت نشوفيه كمالناس كامل كانت تشوفيه سبورة أغريسيف ماشي ماشي بغ Less-ame قلوهم أنا في الأولمتاد بلاح أكون كين مفاجأة ورح نمثلوا الملاكمة النسوية أحسن تمثيل ورح يشوفوا شعب الجزائري مستوى الملاكمة النسوية لأول مرة في الأولمتاد حب الرياضة القيطالية واختارت هذا الملاكمة هذه الرياضة اللي هي رياضة الملاكمة كرياضة خاصة بي والحمد الله نجحت فيها أول مرة في التاريخ ستكون ملاكة نسوية حاضرة في أولمبياد النخبة النسوية ورغم تدعية فيروس كورونا تواصل تحضيراتها تحسبا للمشاركة في البطولة العربية المزمع إجراؤها بالكويت شهر في ذريال مقبل أين تأمل سيدات المنتخب الوطني اعتلاء منصة التتويج وتشريف الجزائر في هذه المنافسة نحن بدنا التحضيرات بدناهم لألعاب الأولمبياد في الحقيقة فوجدت هذه الشمبيونة العرب اللي ستعاوننا ثانيك في التحضيرات مع الألعاب ورانا متفائلين لأنه نعرف المستوى التي عنا وعلى بلنا بالإن شاء الله نديروا نتيجة إيجابية نوع الجمهور الجزائرين نقول لهم رح تكون ميدالية في بطولة العربية بالكويت رح نحضروا أحسن تحضير إن شاء الله رح نديروا ما بوسعنا باش نشرفوا ونرفعوا الراية الوطنية إيمان ورميسا صنعت الاستثناء بممارسة رياضة رفعت فيها سقفات طموحهما بتمثيل الألوان الوطنية في الأولمبياد ولمال تسجيل اسميهما في سجل تتويجات الجزائرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة